معانا الأستاذة صحر أستاذ صحر السلام عليكم يا فضلت الشيخ وآهلا وسهلا بحدكم عليكم السلام عليكم يا محمد كاتو تفضلي والله أنا بسأل حضرتك أنا كان جوزي الله يرحمه كان كتب لي الشقة اللي أنا قاعدة فيه طي بسي كان حاطت لي فيها شرط إن هو لحق الانتفاع طول ما هو عايش فيه لأنه هو كان متزوج من زوجها قبل مني وأنا ما خلفتش وكتب لي الشقة دي على سبيل كتعويض أو حاجة كده مثلا طي طي فالورثة طعموا على العقد دي فالقاضي اعتبره وصيتنا بعد الوفاء في تلف الشقة تلف الشقة بس فحتى بعد ما حكم بتلف الشقة قال لي ابن وبنت متوفيين في حياته يعني أنا أخذ الباقي من الوصية الوجبة في الشقة يعني التم التلف في الشقة طيب السؤال طيب يعني هو كده الحكم كده صح العقد دلوقت كده أنا مليشة اللاتوم من التلف في الشقة وهل بيشترط إن الحاج كان لازم يوطي لولاد الميتين طب العقد قبل لما تكتب هل بيفرق قبل وفاة ولاده و بعده ولا ما بيفرقش طيب أجاوبة لحضرتك أجاوبة لحضرتك لإن إحنا عندنا الفتوى عندنا قضاء مين اللي بيانه للحكم الشرعي بيبقى نافذ ويبقى ملزم القاضي وده قاضي المسلمين يعني ما فيش فرق ما بين اللي هو بيقوله واللي إحنا بنفتي به اللي عايزة بقولك كده ليه بقولك كده ليه لكن إحنا ممكن يبقى في بيان الأحكام الشرعية لما الناس تكتفي بإيه الفتوى لكن إذا ذهبوا إلى القضاء خلاص لأن الحكم الحاكم يرفع النزاع ظاهرا وباطنا يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا اللي أنت بتقوليه ده أنت حضرتك ما قلت ليه الصيغة اللي كتب لك بيها زوجك فلو زوجك كتب لك يا أستاذ سحر ويكون لزوجتي حق ملكه هذه العين بعد وفاتي لو كتب بعد وفاتي يعني أن أنت تتملك الشقة دي بعد وفاته لو هو كتب لك ده تنازل بيع وشيره وسجلناه في الشعر عقره وخلاص خلاص بقت ملكك كلها لكن لو كتب بعد وفاتي تتحول إلى وصية وإحنا بنفتي بأن يجوز الوصية لواده وخلاص فأنت بقيت إيه وارثة لأنك زوجة وفي نفس الوقت فيه وصية فهتتاخد الوصية دي هياخد التلت طب لو فيه بقى أحفاد إيه اللي حصل لو فيه أحفاد أبوهم مات وهو عايش إيه اللي هيحصل لها تبقى فيه حاجة يسمعها وصية واجبة فلو هو ده الحال اللي عندنا هيبقى جزء اللي انت خدتيه من مجموع البيت ده صحيح وحكم القاضي ما فيهوش مشكلة لكن هي المشكلة ماذا؟ إن زوج حضرتك لما حب يأمن حضرتك ما كتبش الصيغة المناسبة لمراده كان لازم يكتب الصيغة إيه؟ إن هو يروح متنازلك عن الشقة ويحتفظ بيه المنفعة برضو ممكن يعمل كده لكن ده ما حصلش وعشان كده الحكم ده هو حكم إذا كان بالصيغة اللي أنا قلت لحضرتك عليها فهو أكيد صحيح وأكيد القاضي نظر وبحث الصيغة فوجد إن تكييف ده لأنها منسوبة إلى ما بعد الموت أنا دلوقتي بس وكأني بشرح لك إيه اللي حصل إن هي منسوبة بعد الموت وبعدين بس أنا عايزي تتعلم أدب معين يعني ما ينفعش بعد حكم القاضي نيجي نستفتي ليه؟ ليه ما ينفعش؟ لأن خلاص إحنا كنا رحيين للمفتي عشان يرفع النزاع عند الخلاف فإحنا رحنا لذلك الذي يمنع النزاع لما يحكم بالحكم إحنا لو عايزين نعمل إيه؟ نطلب من القاضي إن هو يبحث عن الحكم والرأي الشرعي في المسألة وهو نفسه بيعمل كده لما يجد إن المسألة محتاجة إلى ذلك بيعمل كده وخاصة في دولة زي مصر لأن مصدر الشريعة يمصدر رئيس للقوانين في مصر وعشان كده اللي قضى به القاضي ده صحيح وكان موفقاً إذا كانت بالصيغة اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي نعم